وصفة للسينابون انطلبت مني اكتر من مرة انا حبيت اعملكون الوصفة مميزة ما حبيت اعملكون اياها تقليدية او مثل كل الوصفات يلي عم ينزلون اليوم حبيت اعملكون وصفة للسينابون بعجينة لعشر دقايق عجينة لعشر دقايق مثل ما بتعرفوا عجينة كتير ناجحة واي حدا مبتدئ واول مرة بيعمل اي شي بالعجينة بتنجح معه فمشان هيك عدلت على العجينة شوي وطلعت معي اطيب سينابون ممكن تعملوه بالبيت وطريقة كتير سهلة ومو بس هيك حضرولي حالكن على كتير وصفات بهاي العجينة وهلأ خلونا نحضر عجينة سينابون ونشوف الطريقة عجينتنا مؤلفة من خطوطين الخطوة الاولى والخطوة التانية رح نبلش بالخطوة الاولى حطيت هون كوبين من الطحين ملعقة طعام من الخميرة الفورية ورح ضيف نص كوب من السكر البني اذا مو متوفر عندكن السكر البني بتستبدله بالسكر الابيض ولكن السكر البني بيعطي لون حلولة العجينة عندي هون كوبين من الحليب الحليب سخنته شوي بالمكرويف يعني خليته شوي دافي ما يكون بارد انا اللي انطلعته من البرة دفيته شوي لحتى ناخد نتيجة اسرع بوقت التخمير وهلأ خلطت المكونات كتير منيح مع بعضهم لحتى وصلت لهذا القوام وهلأ بغطي على الخليط وبدركه مدد عشر دقايق وبعد عشر دقايق رح نبلش بالخطوة التانية انا عاملي هون كمية كبيرة انتو بتقدروا تعملوا نص الكمية يلي انا عملتها حطيت هون نص كوب من الزبنة دوابتها بالمكرويف حطيت حبتين من البيض ظرف واحد من الفانيليا رشة من الملح اللي ما بدو يحط البيض بيقدر يحط ربع كوب من الزبادي هذا بديل البيض وهلأ هون حطيت بقية الطحين رح ضيف ثلاث اكواب من الطحين وبعد ما خلصت عندي المكونات بالكامل هلأ بدي اعجنهم كتير منيح مع بعضهم العجينة رح تطلع معي الطرية شوي ولكن ما بتلزق بالإيد هلأ تشوفوا كيف رح تطلع معنا شايفين العجينة هيك لازم تطلع معكم ما لازم تكون ناشفة كل ما تنشفوا العجينة اكتر كل ما السينابون بعد الخبز رح يكون معكم ناشف اكتر هلأ بنستعين بشوي تطحين بوقت المد وبتصير معنا العجينة ولا احلى من هيك هلأ رح ريح العجينة شايفين ما عم بتلزق بالإيد ابدا رح ريحها تقريبا كمان عشر دقايق وبعدين نبلش بالشغل وهلأ بعد ما مضي مدة عشر دقايق تقريبا بدنا نبلش بتشكيل السينابون وهلأ بنزل العجينة لحتى نبلش بالتشكيل ومتل ما اكون شايفين عجينتنا طرية شوي رشيت عليها رشة وفيرة من الطحين وبعدين حاولت لم العجينة بهذا الشكل شايفين مجرد ما حطيت عليها شوي من الطحين لما ميت على بعضها صارت العجينة جاهزة لاني اشتغل فيها وهلأ غسلت إيدي لحتى تبطل تلزق العجينة بإيدي وبعدين رشيت الطحين من فوق ومن تحت وهلأ بلش بالمد أول شي بمد العجينة شوي بإيدي لحتى يسهل علي المد وبعدين بمد العجينة بالشوبك كما اكون شايفين وهلأ بعد ما مدت العجينة وهي هي سمكة اللي لازم تكون حطيت عليها تقريبا نص قلب من الزبدة تقريبا 100 جرام فيكن تحطوه أو 125 جرام الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة المضبخ لحتى تقدروا تمدوها بهذا الشكل وبكل سهولة وهلأ عندي هون نص كوب من السكر البني وملعقة كبيرة من القرفة بحركهم مع بعضهم بخلطهم بهذا الشكل ورح أرشهم على العجين برش العجينة بالكامل بالسكر البني والقرفة بس آخر الطرف من الطرف اللي بدي سكر فيها العجينة بحاول ما أجي بالقرفة والسكر لحتى يسهل علي وقت اللي بدي سكر العجينة شايفين قديش العجينة طرية معي هاي الطراوية يلي بتعطيكن النتيجة يلي بتكون إياها وهلأ بعد ما وصلت للأخير مثل ما قتلكم أنا هون ما خليت السكر والقرفة يصل للأخير لحتى أقدر سكر الأطراف وهلأ مثل ما كم لاحظين عجينتي طلعت كتير عريضة شو بعمل هلا لحتى سويها كلها بستوى واحد برش عليها شوي من الطحين وببلش بلفها على شكل رول وهيك بتصير الأطراف كلها عندي متساوية وبتكبر معي القطعة وبقدر أخذ قطعة أكتر وهلا هيك بعد ما وصلت للنتيجة اللي بدي إياها بدي بلش قطع الرولات بالسكر بتقدروا تقطعون بالخيط وبتقدروا تقطعون بالسكين أنا لقيت أنه كمان بالسكين سهل إن كون نقطعوا بنحاول نقطع القطعة متساوية وهيك لحتى نقطع كمية الرولات بالكامل شايفين هيك الشكل طلع معي الطبقات كلها من بيني وهون عندي صحن بايركس كبير تهنته بالزبدة بهذا الشكل ورتبت قطع السينابون متل ما كم لحظين تركت فراغ شوي يعني تقريباً سنتي بين بعضن وهلأ بدي يغطي العجين لحتى يرتاح عندي تقريباً بيأخذ معكم مدة عشرة لخمسة عشرة دقية جهزت الفرن على درجة حرارة 200 من فوق من تحت وسويت لكم الصوص الأبيضي اللي هو عبارة عن خمس قطع من جبن ومزلسات ملعقة طعام سكر بودرا وربع كوب من الحليب خلطون مع بعضون وتركتون على جنب وهون بعد ما تقريباً مضي 15 دقيقة للسينابون حطيته بالفرن على أول رف من تحت وشوفولي هالمنظر لوحة فنية عن جد وصفة ولا أروع من هيك وصفة رائعة بشهادة كل يلي دقوا هالوصفة جربوها رح تعتمدوها دائماً هلأ هون بعد ما طالعت الصينية من الفرن جهزت الصوص الأبيض وبعدين دهنت الصوص ومو لسا السينابون السخن هيك بتحافظوا على الطراوي وبعد ما دهنت الصينابون مثل ما كون شايفين بالجبنة البيضة بدي زين بالطريقة يلي بتعجبني انتو بتقدروا تحطوا بس سكر بودرا مع عرفة بتقدروا تزينوا بالطريقة اللي بتعجبكن بالصوصات يلي بتحبوها بالمكسرات يلي بتحبون هاي الوصفة أكثر شي بالبقلع الجوز والعرفة والسكر البودرا وانتو فيكن تعملوا اللي بتكون اياه طبعاً الوصفة رائعة رائعة جربوها وكتير كتير رح تعجبكن وأنا متأكدة من أول مرة رح تجربوها لهاي العجينة رح تنجح معكم شوفولي قديشها طرية وقديشها هيك يعني طالعاً جد طعمتها كتير طيبة حتى تجربوها الوصفة وأنا متأكدة انه رح تعجبكن شوفولي الطرف المنتحد السكر نزل وتكرمل وطعمته كمان بتطلع كتير لذيذة وهيك متابعين الغالين ووصفت لسينة بوصار الجهزة بتمنى تكون عجبتكن طريقتي بالتحضير شكراً كتير للكم ولمتابعتكن شكراً لكل حدا تابعني للأخير وعميد عمني وشوفكن بوصفات جديدة بإذن الله وسلام شكراً للمشاهدة